السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أثرة قناة اتعلم انجلش اونلاين أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي وجي معادنا النهاردة مع يونت فور هنشرح النهاردة كل جرامر يونت فور وكل ما هتعلق بي وهنطبق عليه كمان عملي من خلال أسئلة الانتحانات يلا بقى بينا نتوكل على الله ونبدأ الدرس طب يا طرح اليونت بقى بتتكلم عن ايه اليونت دي بتتكلم عن ال اي والان والد واستخداماتهم الاسماء اللي بيتيجي معاهم الاسماء اللي ما بتجيش معاهم والكاونتابل ناونز والانكاونتابل ناونز الاسماء المعدودة يعني والغير معدودة تعالوا بقى نشوف بالتفصيل ايه هي الكاونتابل ناونز والانكاونتابل ناونز وايه كلمة اللي بتيجي معاهم والاي والان والده وكل ما هتعلق بيونت اول حاجة ايه هي الكاونتابل ناونز الكاونتابل ناونز هي الاسماء المعدودة الاسماء اللي بعرف اعدها زي ايه انا عندي one marker طب لو حطيت واحد تانية هيبقى two markers three markers هارف عدهم عندي car two cars three cars هارف عد العربيات اي حاجة هارف عدها دي بسميها countable nouns او اسماء معدودة طب الحاجات اللي ما بعرفش عدها الحاجات اللي مش هارف عدها بسميها uncountable nouns اسماء غير معدودة طب زي ايه مثل زي مثلا السوائل بانواعها هل لو جبت المية وفتحت الحنفية كده وشوفت المية هي نازلة هل هارف عدها لا طبعا طيب الزيت لو دلقت الزيت كده هارف عده لا طيب الغازات الاكسجن مثلا هارف عد الاكسجن لا طبعا طيب ايه تاني حاجات كتير زي مثلا اللحمة هل اللحمة على بعضها كده ككمية هارف عدها لا بس لو قطعتها قطع هعد القطع نفسها لو وزنتها كيلوهات قسمتها هعده الكيلوهات نفسها اجزاء منها لكن اللحمة على بعضها لأ طبعا مش هارف عدها اللبن مش هارف عده وهكذا يبقى الاسماء اللي ما بعرفش عدها هي دي uncountable nouns الاسماء اللي انا بعرف عدها دي بنسميها countable nouns طيب تعالوا بقى نشوف الكلام ده بالتفصيل الcountable nouns زي ما قلنا الاسماء اللي بنعرف عدها ودي بتتحط في الجمع وبتتحط في الافراض عادي جدا ممكن تكون مفرد وممكن تكون جمعة لان انا بعرف عدها فبالتالي هارف اجمعها طيب في حالة المفرد في حالة المفرد لازم احط قبلها a or an لقول a boy لقول an apple an egg وهكذا طب امت حط الاي وانت حط الان بقول a boy مثلا بحط ال a قبل الاسم اللي بيبدأ بصوت ساكن يعني ايه صوت يا مس يعني حرف لا الحرف ممكن يكون دي كذا صوت ممكن اصلا صوته يكون متحرك مستاكن وهو اصلا حرف ساكن والعكس طب ازاي عندي مثلا كلمة زي honest كلمة honest يعني امين هي بتبدأ بحرف ساكن ولكن الحرف ده silent ما له الصوت الصوت بدأ بالاو بقول او honest فبالتالي هي هنا الكلمة دي بدأت بحرف ساكن ولكن صوت متحرك وبالتالي مدام بدأت بصوت متحرك يبقى في الحالة دي لازم تاخد an فهقول an honest man رجل امين كلمة زي كلمة one لما تيجي كصفة اما اقول مثلا one hour trap رحلة ذات الساعة الواحدة مثلا فكلمة one بدأ بالاو والاو ده vowel second كحرف ولكن كصوت هنا انا انا ما قلتش on زي ما قلت honest فوق زي ما قلت orange لأ انا قلت وا وا وان فصوت الوا ده مش صوت الاو ده صوت الو وحرف الو ده حرف consonant second فبالتالي اي كلمة تبدأ بالساكن تاخد ايه بتاخد an فلو هقول a one hour trap مش هقول an one hour هقول a one hour ليه مسما هي بدأ بحرف متحرك لأ هي بدأ بحرف متحرك ولكن الصوت بتاعه صوت الو والو ده second فهي هنا بدأت بصوت second وهو ده بقى اللي انا اقصده يا جماعة الاي والان بيتحطوا قبل الاسم اللي بيبدأ بصوت ساكن اما الان بتتحط قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بصوت ساكن اما الان بتتحط قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بصوت متحرك صوت وليس حرف طيب كده احنا عرفنا امتا نستخدم ال a والان بنحطهم دايما قبل الاسم المفرد ودول equal one بيساو كده كلمة يعني a boy equals one boy an egg equals one egg يبقى معنى ان انا حط اي قرآن قبل الحاجة معناها ان الحاجة دي only one واحدة بس وحط قبل الاسم المفرد اوكاي وبيكون معناهم one واحد والاسم طبعا ما ده مفرد يبقى اسم معدود يبقى الاسماء المعدودة المفرد لازم نحط قبلها اي قرآن اي قبل المبدوء مصوت ساكن ان قبل المبدوء مصوت متحرك طيب لو جمع لو جمع مش هينفع حط اي قرآن طب ليه علشان ال a والان يبقى قبل الاسم لو واحد بس هما بيساووا one ينفع بقى الجمع احط قبل هما ينفع الواحد آآ كتب ما ينفعش طبعا ففي الحالة الجمع بحذف ال a والان لان هما معناهم وبحط اس في الاخر فهتبقى boys اولاد اجز بيض وهكذا طبعا الكلمة لو انتهت بواي وقبلها ساكن بنحول الواي لآي ونحط is في حالة الجمع هيبقى برضو هنشيل ال a من الكلمة المفردة والجمع بتاعها هيبقى flouries يبقى هنا حطنا لها i e s طيب عندنا جمع شاز الجمع الشاز شكله بيتغير تماما يعني انا لو عندي a child طفل واحد بس only one child في حالة الجمع هشيل ال a وهتكون children اطفال ففي عندي جمع شاز بيكون حفظه وبرضو الجمع ده بيكون الاسماء الكاونتبل بس اللي هارف عدها فبالتالي هارف اجمعها ده كده باختصار الاسماء الكاونتبل اسماء بعرف عدها فبالتالي بعرف احطها في حالة المفرد ولازم يكون قبلها a او an وحالة الجمع بيكون اخرها s وبشيل ال a او ال an او حرف a يعني والان او k وبحط اخرها s ده لو جمع عادي لو جمع شاز بنغيره فهو شكله اصلا كله بيتغير زي مثلا man, man, woman, woman وهكذا طيب زي ما قلنا الاي والان ممكن نبدلهم باي كلمة او باكتر من كلمة تدي معناهم زي اي اي اول حاجة كلمة one انا قلت a boy هي هي one boy an egg هي هي one egg ممكن كمان نحط كلمة زي this او that سواء بشاور للبعيد او القريب في حالة المفرد لان ال that بتيجي مع المفرد القريب معناها هذا و that بتيجي مع المفرد البعيد معناها تلك والحالتين دول بيجي بعدهم اسمه مفرد فبالتالي لو حط اي اسم اشارة بيدي الافراد اللي هي this و that بحط برضو بعدهم اسمه مفرد يبقى انا ممكن بدل الاي والان اصلا لاقي عندي this او that الحالة دي لقيت حاجة منهم احط بعدها اسمه مفرد لقيت one هحط بعدها اسم مفرد داي الاي والان اوكي لقيت تلمة زي each او every برضو بحط بعدهم اسمه مفرد كل توريست عنده كاميرا عنده كاميرا يبقى هنا توريست ده اسمه مفرده بيحطته مفرد عشان قبله every و each وكلمتين دول بيجي بعدهم دايما اسمه مفرد يبقى الاسماء المفرده مش شرط يكون قبلها اي و اي و اي كمان الاسماء المفرده ممكن احطها بعد the that وال that وال one وال each وال every ده كله بالنسبه لايه ال countable اسمه المفرده دي countable بس بالنسبه بقى ال uncountable انا عندي هنا بتيجي مع السوائل اي سائل ده حاجة سعيلة كده مش هارف عدها زي water زي melt زي oil وهكذا عندي كمان الغازات زي oxygen ده برضو غاز فالغازات مش هارف عدها عندي كمان الوجبات اليومية زي lunch الغدا dinner عشا breakfast فطار كل حاجات دي الوجبات اليومية ماينفعش احطها مفرد ولا حطها جامعة دي non countable او uncountable ما بتجمعش دي لا تعد كمان المواد الدراسية زي history التاريخ مثلا المواد الدراسية دي ما بحطهاش في الجامعة او الافراد دي لا تعد اللغات اللغات كمان لا تعد زي english arabic اللغات لا تعد الانشطة المختلفة زي reading القراءة swimming السباحة الحاجات دي لا تعد عندي الرياضة واجهة عام زي tennis فوتبول الحاجات دي ما بتتعدش الرياضات لا تعد بالتالي ماينفعش احط قبلها ا or an لانها ما تتعدش ماينفعش اجمعها ب Hariس لان هي ما بتتعدش فالاسماء التي لا تعد مش هينفعها عجماعها ماينفعش حطها لها اس هي ما بتجمعش لانها ما بتتعدش كمان ماينفعش حطها بالافراد ماينفعش حط قبلها ا querain لان ماينفعش انا اقول منها واحد هل الميا ينفع وهي نزل حاطية كده اقول واحد ايخد ميايا والله ميايتين ازاي يعني ماينفعش طبعا. فنفس القصة الاسماء التي لا تعد. ماينفعش حط قبلها اي قرآن. ماينفعش حط اخيرة اس. لاينفع تتفرد ولاينفع تتجمع. عندي كمان جلاس. الماتيريولز يا جماعة. المواد الخام. مش بيت الجماع. عندي الاسماء المجردة. زي هوب. الامل. جيوتي. الجمال. كل ده لا يعد. اسماء انكاونت. ماني. فلوس. متتعدش. كلمات زي براد. عيش. ميت. لحمة. كل الكلام ده ما بيتعدش. هتقول لي يا ما اسم احنا بنعرف نعد العيش. لأ. احنا لما نقسمه الارغفة بنعرف نعدها. لكن هو كعيش بوجه عن كده. تعجينا كلها على بعضها كده. ممعرفش عدها. لكن لو قسمتها. بعرف عد القطع بتاعتها. اللي هي القطع اللي انا مقسمها. وليس هي كمدة على بعضها. او كككمة على بعضها. ده لا تعلم. طيب. احنا كده عرفنا الاسماء التي لا تعد. ايه هي ده? قلنا سوائل. قلنا غازات. نعود دراسية. آآ واجبات يومية. رياضات. آآ اسماء مجردة. قلنا حاجات كتير. او الحاجات ده كلها لا تعد. طيب نيشي. الاسماء التي لا تعد دي. لو هحط معها فعل. هحط مفرد. ولا هحطه جمع. يعني ايه مثل? يعني لو عايز اقول اللبن بيكون صحي. طب اللبن ده يكون از او او ار. هحط معا از بتاعت المفرد. وهعتبره ات. ولا هحط معا ار بتاعت الجمع وهعتبره دي. ما انا مش عارفة ما هو ده لا مفرد ولا جمع. هحط مفرد ولا جمع. يعني الفعل اللي معاها. هحط الفعل اللي بيجي مع المفرد ولا بيجي مع الجمع. هقول لكم لا. الاسماء الانكاونتبول تعامل معاملة المفرد. ونركز فيها قوي عشان بتجي في الانتحان. الاسماء دي تعامل معاملة المفرد. يعني تاخد فعل ايه? فعل مفرد. يعني هنا ملك از ولا ار از. ملك از هالسي. اللبن بيكون صحي. املك هنا. باعتبره ات مفرد. باعمله معاملة المفرد. ده كده الفرق بين 뛰adı. تجي مع polycountable والنouns تعالوا بقى نشوف بعض الكلمات اللي بتعبره عن الكم اللي بتيجي معهم ويه الكلمات اللي ماكني بتيجي معاي وما تجيش معdagnon countable أو uncountable. وايه الكلمات اللي بتجي معي انكتاب كده ما ينفحش تيجي معي. يلا بنا! نجم! تعالوا بقى نشوف باعد الكلمات كده. اللي بتاعتبر عن الكامل. وتيجي قبل الاسماء الكاونتبل والان كاونتبل. اول حاجة هناخد الجنب ده للكاونتبل ناونز والجنب ده للكاونتبل ناونز. عندي هنا مني وفيو وافيو. مني وفيو او فيو التلاتة بيجوا مع الاسماء التي تعد الكاونتبل بس بشرط ان دايما بيجي بعدهم اسم جمعة مش مفرد وعلى فكرة كل الكلام ده بيجي بعده جمعة. المفرد ابدا ما بيجيش مع الكلمات دي. الجمعة فقط هو اللي بيجي بعده. عندي هنا مني معناها كثير. فيو معناها قليل ولا يكفي. اما لو حطينا اي قبلها خليها نخليه كفي. فهتبقى قليل ويكفي. يبقى الفرق الاي. فيو من غير اي معناها قليل بس ما يكفيش. اما لو هي قبلها اي معناها قليل بس مكفيني. مني وفيو تاخد اس تاخد جمعة يعني دايما الاسم اللي بعدها يجي جمعة. لو بقى اخر اس او جمع شاز ولكن دايما بيكون جمعة. بس احنا بنقول تاخد اس علشان الاس هي العلامة المميزة كده لتجمع. اما بقى ماتشو لتل مفيش. مفيش اس. مفيش جمعة اس انكاونتبول ما يتعدش. فنعملها كده بقى اغنية. مني وفيو تاخد اس ماتشو لتل مفيش. مني وفيو تاخد اس ماتشو لتل مفيش. يبقى بعد مني فيو افيو بيكون في اسم جمعة. اوكي? اما بقى ماتشو لتل مفيش جمعة مفيش اس. اسم انكاونتبول ما يتعدش يعني ما ينفعش حط اخر اس. اوكي ما ينفعش الجمعة. يبقى ماتش نفس المعاني هنا يا جماعي هي المعاني هنا. ماتش برضو معناها كثير. و لتل وليل و ايه? وما يكفيش. ولا يكفي. اما قلتل وليل ويكفي. اي واحدة فيهم بيجي بعدها اسم انكاونتبول. لا يعد. تعالوا نشوف الامثلة كده. انا ما عنديش كتب كتير. كتب جابا بعد مني اسم جمعه. اخر اس. ايهاب افيو بوكس. افيو جي برضو بعدها اسم ايه? اخر اس. جمع. و يتعد. يبقى مني وفيو. يبقى اسم ايه? يتعد. اسم ايه? جمع. اخر اس. مني وفيو تاخد اس. ماتش وليل. مفيش. بعد هنا بقى ايهابن جات ماتش جيوز. ماتش جي بعدها اسم ما فيهوش. اسم فيهوش جمع. انكاونتبول. جيوز. عصير. واحنا قلنا السوايل ايه? السوايل دي اسماء انكاونتبول ما تتعدش. عشان كده بعد ماتش. حطينا اسم انكاونتبول. كمان لتل او لتل بيجي بعدها اسم انكاونتبول. ايهاب لادل جوز. انا معي عصير قليل. طيب ده بالنسبة لدول كده والمقارنة بينهم. مني وفيو تاخد جمع ماتش وليل مفيش. مني وفيو تاخد اس ماتش وليل مفيش. احفظوه بالطريقة انتم عايزينها. عايزين تقولوا مني وفيو تاخد اس. بس نركز ان فيه اسماء جمع شازة. عشان لو جات لنا مقولش مفيهاش اس. يعني لو جاني مسلا كلمة مو ده جمع. ياخد مني وفيو عادي جدا. ولكن احنا بنقولها تاخد اس. اس كناية عن الجمع. او نقول تاخد جمع لو غير لغبطنا. مني وفيو تاخد جمع. ماتش وليل مفيش. مفيش اس. مفيش جمع. الاسم اللي بعدها مفيش اخر اسم. مفيش جمع. لا يعد. طيب. بالنسبة ما قال باقي الكلمات زي. الله طب. الله طب. انت قررتهم يا مس هنا وهنا. صموا اني مقررهم هنا وهنا. ايوة. علشان دول بيجي معايهم الاسماء. سواء كانت كاونتبل او انكاونتبل. ولكن بشرط ان بعدهم الاسماء الكاونتبل لازم تكون جمعة. فيها اس جمع شاز. المهم ان ينجي بعدهم اسم جمع مش مفرد. زي ما قلنا. الاسماء دي. او الكلمات دي. ما يجيش بعدها اس مفرد. دي ما نيجي بعدها اسم جمع. فلو انا هحط الاتف او الاتف او الاتف. ينفع يجي بعدها اسم جمع هو. في اس هو. اي هاف الاتف بوكس. وينفع يجي بعدها اسم لا يعده زي جوز. الاتف جوز. وممكن اشيل الاتف واقول الاتف. ما تيش اي مشكلة. يبقى الاتف لاتف. يجي بعدهم الاتنين. اسم جمع او اسم ما يتعدلش. طيب سم ويني. برضو يجي بعدهم الاتنين. اسم جمع هو. انا محتاجة. او اريد بعض التفاح. اي دون هاف اني كارز. ما عنديش اي عربيات. اهي اسم جمع. بعد سم ويني. دايما نيجي اسم جمع. هنا. لو ما جاش جمع. يجي انكاونتابل عادي جدا. جات وادر اهي بعد سم. جات شجر بعد اني. بالمناسبة ان شجر كمان الحاجات البودر. اللي زي ايه? حبيبات او بودرة. زي الفلاور الدقيق. الشجر. السكر. السولت. الملح. اي حاجات بودر مش هارف عادها. فبالتالي دي كمان بتندرك تحت الانكاونتابل. فهنا قلت اي وانت سم وادر. هنا المية ما بتتعدش. دات بعد سم. هنا الشجر السكر ما بيتعدش. جي بعد اين? عادي جدا. ممكن يجي بعد سم عادي جدا. يبقى صموا ان يجي بعدهم اسم جامعة اخر اس او اسم ما بيتعدش. اللطعب ولطصاب يجي برضو بعدهم اسم جامعة اخر اس او اسم ما بيتعدش. طب امتى نستخدمهم? اللطعب ولطصاب معناهم كثير من ولكن في حالة الاسبات. نحن لما نكوننا نكون مسبحة. هما بيساوي ماتش وماني. ولكن ماتش وماني بيجوا في حالة النفي. السؤال. لكن في حالة الاسبات بنحط اللطعب ولطصاب. بمعنى كثير من. يعني يعطلت�� بلكوا هنا الجملة دي كانت منفية لماحطت mini منفية لماحطت شو تتجي في شكل سؤال باقول لك مثلا ايه هاهيو عود منيبوكس مثلا اما اليابات ساو في لبشان تسما رسال Ir لديك مع الجملة المثبتة اما matcha miniها هي جملة المنفيها او صموا اني صموا اين احنا عارفينهم بقى من زمان ايني بتيجي مع الجملة المنفية والسؤال وصم بتيجي مع الجملة المثبتة اللي ما بهاش نوع او العرض والطلب وبس خلاص وده كده كان كل ما يتعلق بالcountable nouns والuncountable nouns ناقص ايه بقى؟ ناقص الده والآ والان الارتكولز امتا نستخدمها وامتا ما نستخدمهاش نظرنا بقى ندخل على الجزء الثاني من الدلس تعالوا بقى نشوف امتا نستخدم اي وان وذا وامتا ما نستخدمهاش اول حاجة الاي والان بحطها قبل الاسم الناكرة اللي بتكلم عليه الاول مرة يعني لو جيت ذكرت اسم الاول مرة سكره للمتحدث بكون ناكرة بالنسبيله فبحط له قبلها اي والآ طيب لما اجسكره للمرة التانية اصبح معروف بالنسباله فحط له ده والجزئية دي ربطة بقى بين استخدام الاي والآ والده امتا استخدم الاي والآ والده؟ الجزئية دي ربطة لاثنين تعالوا ندي مثال لو عايز اقول لكم انا اشتريت كاميرا لما قلتلكم انا اشتريت كاميرا الكاميرا دي دي كانت حاجة ناكرة بالنسبة لكم انا اشتريت كاميرا من وسط 100 كاميرا فهقول I bought a camera طيب انا اشتريت كاميرا بعد كده قلتلكم ايه The camera is expensive الكاميرا دي غالية لما جيت اتكلم عن الكاميرا للمرة التانية بقت معروفة بالنسبة لكم لكن انا لو جيت قلت في الاول مرة كده انا اشتريت الكاميرا هتقول لي انهي كاميرا لأنك انت متعرفهاش اصلاتي ناكرة بالنسبان لك فالما اسكر الكلمة اللية الاولى بتكون نكرة والمزكرman واما انت متأكدت كاميرا فان ما ارجح لها بقى الاتاني مرة انت متعرفت بقى الكاميرا لما قلت Lec اه. الكاميرا غالية مش هتقول لي انا هي كاميرا لانك هتبقى عارف ان هي الكاميرا اللي انا اشتريتها مبارح ما هي بقت معروفها بالنسبة لك. فلما اذكرها للمرة التانية انت خلاص عرفتها من المرة الاولى وبقت معرفة. ففى المرة التانية بقى بتكون معرفة فلازم نحط قبلها ده. بصوا كده. I bought a camera. The camera is expensive. اشتريت الكاميرا. الكاميرا بتكون غالية. المرة الاولى مجحل اذكر قسم. للمرة الاولى لازم يكون المذكور للمرة التانية بيكون خلاص اصبح معرف بالنسباني فلازم احط قبل ايه باك. كمان قبل الوظائف بحط اي او الان. اي ام تيتشر. ما ينفعش اقول اي ام تيتشر. ليه? لاني انا اولمي وان تيتشر. فهقول اي ام تيتشر. فلازم اي او الان تتحط قبل الوظائف. كمان الاعداد او الحاجات الدل على العدد زي المليون تاوزن اه هندرد لو جيت اسكر راحدة منهم يعني مليون الف مية. الحاجات اللي هي بتدل على اه عدد بس كون جاية واحدة بس. بحط قبلها اي او ان. هو دفع اون مليون. فبدل ما يقول اون مليون. دولار العربية. مليون دولار العربية بتاع. كمان بتيجي قبل كلمات بتدل على الزمن. الوقت المسافة. اه زي ايه? السرعة. اه كمية يقوم بتيه مع الكمية حالة القياس السرعة الزمن الوقت فهقول هنا مثلا تين باونز اكيلو معناها للكيلو اشترينا عربية جديدة هنا كمان بحطها قبل الصفة لما يكون بعدها اسم موسوف لما يكون عندي كده عربية جديدة بنت جميلة ولد مؤدب صفة موسوف اسم لما الصفة تجي بعدها اسم موسوف احط قبلهم ا اجود بوي ام اولايت بوي ابيوديفول جيرل وهكذا طيب ده كده استخدامات الا طب لو انت محطش ا او ان اصلا انت محطوه مش قبل الاسم في حالة الجمع والانكاونتبول لو الاسم جمع مش هينفحط قبله اي او ان ولو الاسم انكاونتبول لا يعد برضو مش هينفحط قبله اي او ان نيجي بقى بالذة الذة بتيجي قبل الاسماء اليونيك الفريدة اللي مفيش منها غير حاجة واحدة بس زي الامر الشمس الكرة الارضية الحاجات الفريدة اللي مفيش منها غير حاجة واحدة هقول الكرة الارضية المدورة الامر جميل وهكذا الاسماء اليونيك وزي ما قلنا لما نتكلم عن الحاجة للمرة التانية كمان بتيجي قبل الاسم المعروف للمتكلم لما اقول لك مثلا اوبن دو ويندو افتح الشباك انت عارف ان هي شباك ما هو مرفيش غير شباك فانا بقولك افتحه فالشباك معروف بالنسبة لك لما بقولك افتح الشباك فاكيد انت عارف ان هي شباك لو بتكلم عن حاجة انت عارفها على طول بحط قبلها ده لما اقولك ميك دابد رتب السرير فانت عارف ان هي سرير فلو الاسم معروف للمتكلم بحط قبله ده ده كمان بتيجي قبل الصفات في حالة المقارنة من اكتر من اتنين فلو عايز اقول ده باست فيلم افضل فيلم ايه انا عمري او انا شفته قبل كده افضل فيلم شفته فهنقول ده قبل ايه قبل الصفات اللي هنستخدمها للمقارنة من اكتر من اتنين كمان الده بتيجي قبل الاعداد الترتبية الاول الثاني العاشر الاعداد الترتبية كمان الده بتيجي قبل اسماء الانهار المحيطات المقول ده نايل النيل المقول ده باسافيك اوشن او ده باسافيك بس حتى اللي هو المحيط الهادي لما كمان بتيجي قبل البلاد لو كانت اسم البلد بيتكون من جزئين او كان اسم جمع اخر اس يعني اقول كده ده ينايتد نيشنز الامم المتحدة مثلا اقول مثلا ده ينايتد ستيت سوف امريكا الولايات المتحدة الامريكية اقول مثلا نيدرولانس اللي هي هولندا هنا اخرها اس عشان هو اسم او واحد بس كلمة واحدة بس جمعة يبقى الثباب بتيجي قبل الاسم اللي اخر اس اقول Danyiverorland او بتيجي قبل الاسم اللي بيكوين من اقدر من كلمة اما بقى لو اسم البلد كلمة واحدة بس زي اي جفزي انجلند زى اي اسم بيجي الاسم بلد يتكون من كلمة واحدة بس الحالة دي مبتخدش ده اسماء المدن ندخدش ده مبتخدش ده مبتخدش ده مبتخدش ده كايرو سأقول مثلا لندن ما stats وستحدث دها لكن this يتضيف اسماء الدول اللي بfriedكوين من كلمتين ما Nab Monsta الدولة لو كانت جمع في اس. كمان بتيجي قبل سلاسل الجبال. بهم الله عايز. سلاسل الجبال. اما لو كانت قمة من الجبال دي قمة منفردة زي مثلا ايه مونت ايفرست بحطت ذا. لكن سلاسل جبال مجموعة سلاسل جبال كده بتاخد قبلها ذا. كمان ده بتيجي قبل اسم الحيوانات مثلا علشان تحضر عن فاصيلة الحيوانات كلها. فلما اقول مثلا ذا كما بابقى معناها قصدي على الظروف بواجهة عامة. فاصيلة الظروف. طب انا ممكن استخدمها بطريقة تانية او ممكن احطها جمع واش في الحالة دي ما ينفعش احط ده. فاقول وما احطت ده. يبقى لو عايز اتكلم عن فاصيلة حيوانات بجيب الاسم مفرد عادي وحط قبله ده بتتكلم كده اقصد بها الفاصيلة كلها. او بتسويها ان انا ما احطت ده وحطها في الجامعة. كمان لو عايز اتكلم عن الاختراع بواجهة عامة. انا عايز اتكلم عن الكمبيوتر كاختراع. مش كجهاز. الحالة دي بحط ده. لما اقول مثلا ايه? the computer is very useful. فهنا انا اقصد اختراع الكمبيوتر نفسه هو مفيد جدا. ولكن لما اقول مثلا ايه? yesterday I bought a computer. مبارح اشتريت computer. فهنا احطته ناكرة عالي جدا لان انا اقصد جهاز كمبيوتر. لكن لما اتكلمت عن الاختراع نفسه الكمبيوتر كاختراع بواجهة عامة. في الحالة دي بحط ده. كمان الالات الموسيقية بتاخد ده. اقول ده guitar the piano وهكذا. طيب. اللي ما بياخدش ده بقى. اللي ما بياخدش ده زي ما قلنا اسماء البلاد لو كان اسم كلمة واحدة بس. اسماء المدن. اه اسماء المدن الدراسية زي انجلش. اه اسماء الرياضات سبورتز زي تنس مثلا. اه الواجبات اليومية بريكفست دينر لانش. كمان اسماء معاها لقب. يعني انا عايزة اقول مثلا ايه? الملك رامسيس. اوكي فاقول كينج رامسيس. هنا بقى ما اقولش ده كينج رامسيس. لا. لو كان اللقب معا اسم ده او مقترن باسم. طيب احط ده. طيب لو غير اللقب لوحدة ما احط ده. ده كينج. الملك. ده بريزيدنت. الرئيس. في الحالة دي حط ده. اما بقى لو هقول اللقب بعده اسم. يعني بريزيدنت فلان. الرئيس فلان. في الحالة دي ما احط ده. كينج رامسيس. الملك رامسيس. في الحالة دي ما احط ده. فلو اللقب مقارن باسم ما اتحط ده. لو لقب جل وحده اتحط ده. طبعا يا جماعة الحاجات دي حجز. لازم احفظها. وهي باي براكتس كده بالممارسة كده. وحلل الاسئلة عليها. هتزبط في دماغي. لكن هي الدرس ده حفظ. استخدامات ده. والآي والآن. امت حطهم. وامت محطهمش. ضحف بصرف. طيب. تعالوا بقى ننتقل لشاشة الكمبيوتر ونشوف هم هيجولنا زي في الانتحال. بس استنوا لو لسه مشتركتوش في القناة نزلوا بسرعة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. عشان يوصلوكم اشعر باي فيديو نزلو. وما تنسوش لو فعلا شرح عجبكو اعملوا لايك للفيديو وقتبري رأيكم في تعليق. تعالوا بقى نشوف الاسئلة اللي جات لنا في التاست بتاع يونت فور عن الدرس ده جات لنا ازاي? ده طلب. ممكن بعد اذنك تجيب لي شوية مية. فهنا عندي مية. طيب المية دي بتتعدى ولا متتعدش دي ما بتتعدش. طيب. ينفع نحط قبلها اني? لأ. اني بتيجي مع السؤال العادي وليس الطلب. اللي بتيجي مع الطلب مين? هي سم. سم بتيجي مع العرض او الطلب وبتيجي مع الجملة العادية دي ما كهاش ناط. الات مش هتمفع لان المفروض الات تجي بعدها اعف. هنا مش هتمفع لان انا بقول له ممكن بعد اذنك تديني ايه? بعض الماء. يبقى الوحيدة اللي بتيجي مع الايه? مع الطلب هنا هي صم. نيجي هنا بقى هي هاد ايه ماني? ماني برضو ما بتتعدش. يبقى في الحالة دي مش هنجيب حاجة معها للعدد. هنجيب حاجة للي ايه? ما بيتعدش. فكرين تاخد اس ماتش وليتل ما فيش. يبقى فيو بتاخد اس تاخد جمع. يبقى هنا ماني دي لأ ما بيتجمعش ده ما فيش اضافات ما فيش جمع. بقى يبقى مش تنفع لفيو ولا فيو. يبقى الوحيدة هتنفع ايه? او والاتنين ينفعوا. طب هاخد انهي فيهم. ده بقى بناءا على الجملة التانية. الجملة التانية بتقول ايه? ولذلك مقدرش يشتري القميس اللي هو محتاجه. يبقى الفلوس اللي معاه قليلة بس كفاية? ولا قليلة وما تكفيش? اكيد قليلة وما تكفيش لانه مقدرش يشتري القميس. يبقى هنا هناخد قليل ولا يكفي اللي هي لك. شايفين بتيجي سهلة جدا يا جماعة في الامتحال. تعالوا انت عمل. ادفايس. ادفايس يعني نصيحة. اوكي? برضو كلمة ادفايس نصيحة دي لا تعد. about how to find save websites. نصيحة عن ازاي اجد الويبسايتس الامنة. طيب عندي ده? عايزة اقل نصيحة? لا انا عايزة نصيحة. طب النصيحة دي لا تعد. هل تاخد اي ارقان? لا ما تاخدش اي ارقان. والنصيحة مش معرفة بالنسبة لي. يبقى تاخد ايه? هنا بتدي يعني جزء يعني جزء كده. يعني حتة كده نصيحة. فهنا هقول مش هينفع اقول لان نصيحة لا تعد. والآل اصلا برضو مش تنفع اصلا. حتى لو تعد عشان دي بدقب ايه? بدقب بعض. وقدام شاينفع. عندي اللي بعدها احمد از طالب جامعي. طالب جامعي صفا وموصوف. مدام في صفا وموصوفي. والازم احط قبلها اي وان. طيب. هتاخد اي ولا اين? في ناس هتقول لي دي بدقب اليو يا مسو. ده كده حرف متحرك هياخد اين. هقول لكو لأ. ايا بدقب اليو. ولكن صوت اليو هنا واي. انا بقول يونيفرستي مش بقول اونيفرستي. فصوت الواي ده صوت ساكل. فبالتالي هتاخد ا. كلمة وكلمة كلمة الكلمات دي كلمات بدقب اليو. اليو لما تتنطق يو. كده بيبقى ده صوت الواي. بيبقى صوت ساكل. فبتاخد ا مش اين. فاقول ا اونيفرستي ا اونيفورم. طيب هنا صفا وموصوفي. بتاخد ا ا او ان. طب انا عندي اونست بدقب ايه? ال اتش هنا سايلن. ما تتنطقش بقى اول صوت فيها ايه? ا ا ا ا اونست. ده ايه? متحرك. والمتحرك هياخد ايه? ان. طيب. تعالوا هنا نكمل. اي اولويز جوتو سكول ويرنج ما يونيفورم. هنا ينفع حط ارتيكول? لا. ليه? لان عندي ماي هنا صفات ملكية. مدام في صفات ملكية ما ينفعش حط اداة. ما ينفعش هحط اي اداة. تبقى. في الحالة دي هقولنا. زي ما انتم شايفين كده منتهى السهولة. وبيجيلنا بالشكل ده في الامتحان. واتمنى ان انا كون قدرت اسهل اليونيت عليكم. وانتظروني الفيديو الجاي في اليونيت بعيد.